السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهارة اخوان عزاء هنتكلم عن تفسير لعشرين رؤية مهمين جدا ومبشرين جدا بازن الله لو شفنا واحدة منهم نستبشر خير ونعرف ان احنا من المحظوظين السعداء بازن الله اه ازاي الكلام ده طيب ما ممكن اه الرؤى اللي نشوفها دي يكون لها تفسيرات مختلفة احنا بنقول ان كل واحد ليه تفسير مختلف عن التاني اكيد طبعا كل واحد ليه تفسير مختلف عن التاني ولكن الرؤى دي يعتبر ان تفسيرها موحد للناس كلها تفسيرها كويس جدا للناس كلها اي شخص بيشوف رؤية من الرؤى اللي بنتكلم عنها بالطريقة اللي بنتكلم عنها يعرف ان ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة ولا حاجة يعني كل الرؤى ان شاء الله لنتكلم عنها رؤى مبشرة وفيه طبعا اخواني العزاء رؤى بتكون خاصة بالنساء وفيه رؤى بتكون خاصة بالرجال آه كمان اخوانا عزائق من انواع الرؤى اللي هنتكلم عنها ان هي ممكن رؤى تكون محسوسة رؤى تكون محسوسة بمعنى مثلا كمثال ان انت تحس بالفرح في المنام انت ممكن ما تشوفش حاجة ولكن انت تحس ان انت فرحان في المنام رؤية محسوسة مش ما بتشوفش حاجة ولا كده ولكن هي رؤية برضو مباشرة وبتندرج تحت الرؤى اللي هي بتدل على الحظ السعيد والرزق الوفير بازن الله هنتكلم اخوانا عزائق عن عشر الرؤية مهمين هنتكلم عنهم بالتفصيل ولكن قبل ما اخشف تفاصيل الفيديو احبه لكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الاشتراك ليصلكم جميع في ديواتنا باستمرار اول حاجة اخوانا عزائق بالنسبة للرؤى اللي هنتكلم عنها كمثال في رؤى اللي هي بتدل على الرزق وفي رؤى بتدل مثلا على الزواج وفي رؤى بتدل على الانجاب وفي رؤى بتدل على تحقيق الامنيات مثال اخوانا عزائق الرؤى اللي بتدل على الرزق رؤية القلم انك تشوف نفسك معك قلم في المنام رؤية كويسة جدا رؤية التوقيع رؤية كويسة جدا تيصير امور صعبة وكمان في بعض الاحيان بتدل على وظيفة رؤية الجلوس على مكتب او على كرسي او في مكان مرتفع رؤية برضو عظيمة جدا تدل على الرزق الواسع وتدل على المكانة وكمان بتدل على الحظ السعيد دي بالنسبة للرؤى اللي هي تدل على الرزق كمان اخوانا عزائق رؤية الخبز او خبز الخبز رؤية جميلة جدا وخاصة اخوانا عزائق للنساء زي ما قلنا في رؤى بتبقى آآ النساء مشهورة بها اكتر رؤية خبز الخبز للنساء رؤية جميلة جدا آآ اللي شوفها يعرف ان آآ في حاجة كويسة جدا قادمة آآ وطبعا آآ في شروط للرؤى ديت ان هي ما يكونش فيها حاجة غريبة او حاجة مسلا غير المتعودين عليه ان احنا بنغبز خبز مسلا فبيطلع الخبز بشكل الطبيعي اما مسلا الناس بتعجل العجين والعجين وقع في طراب مسلا او الخبز طلع محروق او مسلا الخبز في حاجات مش كويسة فهنا بتدي معاني تاني مختلفة خلينا احنا في الامور الطبيعية ان انا بخبز خبز بيطلع الخبز بالطريقة الكويسة كمان اخوانا عزائق من الرؤى الجميلة جدا اللي هي بتدل على تحقيق الامنيات رؤية السيف رؤية السيف وخاصة هنا للرجال الراجل لو رأى السيف في المنام دي حاجة كويسة جدا تبشروا ان ان شاء الله الفترة القادمة آآ ممكن مكانة ممكن منصب تحقيق اهتاف وطموحات رؤية العسل رؤية العسل رؤية جميلة جدا تدل على اشفاء من امراض وتدل على الاخبار السارة القادمة رؤية المحاصيل الزراعية المحاصيل الزراعية او المشي في الزرع الاخضر رؤية جميلة جدا تدل على تحقيق الامنيات وتدل على الرزق الواسع باذن الله كمان اخوانا عزق من الرؤى الجميلة جدا رؤية شراء منزل او المنزل الجديد في المنام او الانتقال لمنزل في المنام باي شكل من الاشكال رؤية عظيمة جدا المنزل رؤية ممتازة انت تشوف منزل وزي ما قلنا لازم تحس بالفرح في الرؤية ان انت بتشوف منزل في هيئة كويسة منزل جديد آآ مكان جديد انت بتروح ودي حاجة كويسة كلها تدل على تحقيق الامنيات وتدل على تغيير وتدل على تيسير امور صعبة بازن الله آآ التاسع رؤية معنا اخوان عزائق رؤية الطيور تكلمنا عنها في فيديو سابق وقالنا ان الطيور كلها كويسة جدا بتدل على الرزق وبتدل على الاخبار وبتدل على تحقيق الامنيات رؤية العشرة رؤية البحر ولكن هنا في شرط في رؤية البحر ان هو يكون آآ هادي مياه عزبة مياه صفية نقية سواء ان انت مسافر في البحر او واقف قدام البحر آآ رؤية كويسة ولكن زي ما قلنا الشرط ده لازم يكون متواجد في الرؤية ديت لو البحر هايج او البحر معكر مثلا او في او ساخ دي اشارة الى ان في مشاكل اما البحر صافي وهادي دي اشارة الى تيسير الامور واصلاح الاحوال وتحقيق الامنيات زي ما قلنا اخواني العزاق آآ الرؤية الحداشر معانا اخوان عزاق رؤية الخروج من البئر وهنا الخروج من البئر رؤية تدل على الخروج من الهموم رؤية لا اتناشر رؤية الفواكه الفواكه لو رأيت ان انت بتأكل الفواكه او بتقطف الفواكه او بتشتري فواكه او بتوزع الفواكه باي شكل من الاشكال رؤية عظيمة جدا تدل على تحقيق الامنيات بإذن الله. رؤية الجبل او صعود الجبل في المنام رؤية عظيمة جدا تدل على تحقيق الامنيات وتحقيق الاهداف. لما تشوف نفسك بتصعد جبل في المنام دي حاجة كويسة جدا تدل على تحقيق الاهداف رؤية الاربعتاشر معنا رؤية الزواج في المنام الزواج للرجل او للمرأة في المنام رؤية مباشرة جدا او للفتاة العزباء ايضا رؤية مباشرة جدا لو واحدة عزباء رأيت ان هي بتتزوج في المنام دي حاجة كويسة تدل على تغيير قادم لها ان شاء الله وبيدل ايضا على الزواج باذن الله الرؤية الخمستاشر في مجموعة من الرؤى اللي هي تبشرنا ان احنا في طريق كويس او ان احنا المساعي اللي احنا بنسعى فيها كويس اللي هي الماشي مثلا في طريق مستقيم اه ان ك تشوف نفسك ماشي في طريق مستقيم اه فاهم الطريق حافظ الطريق وعارف توصل لحد فين وهتروح فين سواء ان كنت ماشي على رجليك او ماشي على اه او ماشي بسيارة مثلا راكب سيارة وماشي بتقود قيادة كويسة قيادة سهلة دي كلها اخوان عزائي اشارات في المنام تدل على انك من المحزوزين تدل على ان بازن الله في تحقيق اهداف وطموحات في تيسير في احوال قدامك كمان اخوان عزائي من الامور الكويسة جدا اه اللي هي تدل على اه صلاح الدين وصلاح الاحوال رؤية الصلاة في المنام رؤية الوضوء في المنام رؤية الزكاة في المنام رؤية اخراج الصدقة في المنام رؤية الدعاء في المنام رؤية الاستغفار في المنام رؤية ذكر الله في المنام كل دي اخوان عزائي رؤى تدل على صلاح الاحوال وتدل على صلاح الدين بازن الله. اه لو شفنا رؤية من الرؤى اللي اتكلمنا عنها هنستبشر الخير ونعرف ان احنا من المحظوظين ان احنا حظنا كويس بازن الله. وزي ما قلنا فيه رؤى تانية كتيرة جدا ولكن احنا بنذكر حاجات بسيطة جدا من الرؤى. اتمنى اخواني عزائي ان الفيديو يكون عجبكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.